ما تلقاش رد بقى على خطاب خمسة نية خلاص إذن موافقوا على الكلام أنا شرادة مهمة أوي أنا ما بعتلكم ثلاثة رديت يوم ربعة بعتلك خمسة ما رديتش يبقى أنت موافق على الكلام خلاص بس بالشكل الواضح رئيس نادي الزمالك صادر ضد عقوبة بالإيقاف عن أي ممارسة نشاط رياضي بأي مستوى من المستويات لمدة سنة قرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي الاتحاد المصر لكرة القدم عضو مباشر فيه يعني قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي ينفزه الاتحاد المصر لكرة القدم مش الاتحاد كرة السلة أنا مش عارفهم مرموها عالميا هو قرارات الكافة ينظمها ينفزها الاتحاد المصر لكرة القدم ولا اتحاد الهندبول أول طرف معني بتنفيذ قرارات الكاف الاتحاد المصري العضو عنده مش أي حد تاني وقرار اللجنة الأولمبية المصرية في نفس الاتهام ونفس السياق ودي مش قضيتنا لو قضيتنا أنا هنقشها باستفادة بس ده مش موضوعنا المعني والمقصود أن هناك عقوبة صادرة ده اجتماع قانوني ولا مش قانوني ده اجتماع رسمي بناء على قرار من مجلس إدارة الاتحاد حرفيا حسب نص المدير التنفيذي للاتحاد بمكتبات رسمية ولا احنا بنهذر لما يكون اجتماع رسمي لتقرير مصير مسابقة مهمة جدا مدفوع فيها المليارات وليها حقوق رعاية بالملايين لما يكون هذا الاجتماع على هذه الدرجة من الأهمية نلتزم بالقرارات ولا نهذر قلولي يعني ايه المطلوب النادي يحرص كل هذا الحرص على هذه المكتبات المنضبطة والسليمة واللي انا ممكن اضيفه انه الجلسة بدأت او الاجتماع بدأ بهذا الشكل المهندس خالد مرتاجي موجود السادة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد اللي موجودين عارفين التحفظ المسبق من قبل مجلس ادارة النادي الالي على ما يمكن ان يمس قانونية الاجتماع تحديدا وهم عندهم دراية والمهندس هانيا بوريدة رئيس الاتحاد واحد من ابرز اعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا ومن ثم الكاف يعني عنده دراية بالعقوبة الصدرة كابتن حازم امام عضو في اللجنة الاولمبية المصرية الجهة اللي اصدرت هذه القراءة وهذا القرار وهذه العقوبة يعني المسألة مش الجمهور بس اللي عارفها ده السادة المسؤولين في الاتحاد عارفينها وعدهم مسؤوليات يعني انا بصيفة عدو لجنة الاولمبية ازاي اسمح بهذا الخروقات انا مسؤول عن عن يعني تواجودي الدولي والاقليمي انا مسؤول عن تنفيذ هذه القرارات ما هيش مش طرف هذا ليس طرفا وليس تطوعا ده انت لديك مسؤولية مباشرة في تطبيق القرارات اللي اتخذت من مؤسسات تعودوا فيها صحية حافظ الاهل على النسق الرسمي الجاد والمنضبط والمؤسسي لهذا الاجتماع والاتحاد خطبوا على هذه الدرجة من المسؤولية الرسمية سيبنا من بعد كده ان الناس تجدب ويحاولوا يهربوا من اللي حصل فيقولك ده اجتماع ودي اجتماع ودي و احنا جايين نحكي مع بعض لا ودي هو اجتماع ودي بلدين توطرت العلاقة اتقطعت العلاقات هل مسموح ان لأي حد في مركز رسمي و بدون توجيه من القيادات المسؤولة عنده انه اللي هي حطت هذا الحظر مش هنتعاق احنا عطعين العلاقات فتسيادتك انت كوزير او وزير خارجية في بلد من البلدين تقدر تلتقي الاخر دون تكليف من صاحب او مصدر القرار بالمقاطعة وتروح تقول اصلا انا كنت ده كان عزمني على العشا تتشال فيها فوره طبعا تتشال فيها فوره صحيح مفيش هزاها صحيح مش ودي هنا ودي رسمي ما هياش القضية طيب اول ما دخل رئيس نادي الزمالك بكل الاحترام المهندس خالد مرتاجي قال للمهندس هان يا بريدة اباش مهندس وجهت نظر النادي الاهلي تجاه بنود جدول للاعمال واضحة وانتوا عارفينها وانا مش مكمل وقام بمنتهى الحسم والوضوح والاحترام اما هو يعلم ان هذا هو موقف النادي بالضبط ايا كان يعني يعبر عن وجهة نظر النادي لانه اللي حصل قبل كده مش قليل والعقوبات اللي صدرت الاهلي كان طرف فيما مسه من اساءات كتيرة جدا فازاي عايز نحضر اجتماع بهذا الوضع غير القانوني انا باحترم هذه الهيئات المحترمة التي اصدرت مثل هذه العقوبات حتى لو كانت علي النادي الاهلي السبق ان عقب من الاتحاد الافريقي بالايقاف لفترات احترم ده فتر افرد ان ما فيش عقوبات وقرارات وانا داخل احضر اجتماع بحضور شخص تجاوز في حقي تجاوز في حقي وفي حق المجلس وفي حق النادي الاهلي مرارا وتكرارا من حق جدا اقول ان انا مش هعد الاعداد لانك انت يا موجه الدعوة ما حفظتش علي كان بصرف النظر بقى هو موقوف ولا مش موقوف ممنوع ولا مش ممنوع انا بعتلك شكوى لجنة القيم ضد هذا الرجل اه وانت في الساقاته لي عدم كنادي انك تدعوه يبقى انت خدت قرار في شكوتي بالضبط يبقى انت قلت وجهة نظرك في شكوتي بالله وشرب ميته يبقى انت ما جبتليش حقي لانك قعدتني مع واحد لم يعتذر بعد اكبرتني ان انا اقعد مع واحد سيبك بقى انه نهيك على انه موقوف من جهات دولية واخد بالك لكن انت واحد ما جبتليش حقي فانت اما عادنا قدام بعض نشتم بعض ولا انا ما باشتمشي انا ما بعرفش اشتم وما عنديش سعداد اسمع كلمة فيها تجاوز احسن حاجة ان انا ما عودش وهذا قرار كان ينبغي ان يلقى الدعم الكامل وتتلغي الجلسة في ساعتها ويحصل استنكار لهذا الموقف بدل ما يحصل استنكار وبدل ما يحصل يحصل مكابرة تحصل مكابرة بل تصدقوا يطلع من يدين الاهل على قرار الخروج من الجلسة مليش جعوا برضو من السادة الاعضاء اللي موجودين مين مسوا ايه كلام قبل كده وقابلوا كل واحد حر في نفسه مجلس دارة الاتحاد كتير من رؤساء الاندية الافاضل مساهم الكثير من السوق من قبل هم احرار كل واحد حر في تقرير مصيره لكن لما النادي الاهل ياخد موقف ضد تصرف ضد لحظة غير قانونية ضد لحظة صادر بشأنها قرارات ضد شخص انا بعيدت لك شكوى للجنة القيم انت سيادتك لسه ما عرضتهاش على اللجنة المختصة بعد كده اخد الكرار الصح اسمع اللي بيتكلم نسمع واحد من رؤساء الاندية لسيد محمد الطويل يعني كنت اتمنى ان ما يصيرش مثل هذا الخلاف ابدا وانسحاب الساس خالي المرتجي غير مبرر بالنسبة لنا تماما لان انت تعلم تماما انك انت جاي اجتماع في 11 نادي في 18 نادي ومن المؤكد ان الزمالك هيكون موجود فانت طالما وافقت انك انت تحضر اجتماع ومجرد دخول المستشار المرتضى منصور انك انت تنسحب ده مشكلة بينك ونادي الزمالك كان مفروض انها تحل خارج اجتماعنا اما انك انت تنسحب بدون حتى ما تعتذر لل 17 نادي الاخرين انا شايف ان ده التصرف لا يريق ابدا باسم النادي الاهلي وكنت اتمنى ان لا يحدث واتمنى ان هو فعلا ان الخلافات دايما لان هو اللي تعلمنا في الاجتماعات فاي اجتماع في الدنيا بيحصل خلاف بين اتنين او تلاتة في الناس المجتمعين اضعف الايمان انك تتجاهل التحديث معاه لكن احترامك لباية الاعضاء ما ينفعش قبلك تنسحب الاجتماع انت مدعو فيه بصفتك بتمثل نادي وال 17 نادي احترام منك فلا ما كانش في ان تفع ابدا ان هو الحقيقة دي انا بوجه له يعني ساز محمد الطويلة المحترم انت سيادتك اتكلمت باسم 17 نادي انه هذا تصرف غير مبرر يعني غير مبرر يعني ملوش مبرر طب قرار عقابي صادر من اللاجنة الولمبية المصرية المظلة الشرعية الاكبر للرياضة المصرية رأيك ده مش مبرد؟ بلاش تتوه العلاق الاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي الاتحاد المصري بيكتسب مشروعيته القرية منه يصدر عقاب ده مش مبرر؟ ده مش مبرر؟ النادي الاهلي يتعرض لما تعرض اليه فيتقدم لنفس الاتحاد اللي سيادتك وقف على ارضه بمذكرة او بشكوى للجنة القيم ده مش مبرر؟ انتو كان انتو المفروض اللي فعلوا النادي الاهلي كان يفعله كل الناس في حتة انه فيه قانونية جالسة لو سيادتك مسك ما مسك النادي الاهلي هتقبل تقعد هتقبل تتعامل هتقبل هذه الخرقات للقوانين واللوايا واضح انه هيقبل يا استاذ ابراهيم هو يقولك هتقبل ده امر يخصك انا قلتلكو في البداية كل واحد حر في تقرير ما يتحمله وما يرفضه وما لا يقبله كل واحد حر وكل ناس كله احترام بس ما تحسبنيش على احترام النفسي استاذ ابراهيم عين ده اعتذار المهانس خالد مرتاجي قبل ما يخرج من القوضة كان سامع الشتيمة بنفسه ما تشتمش النادي الاهلي قدام الاستاذ محمد الطويلة ردت ولا طلعت تستنكر اول مرة شوفها حاجة حاجة الضحية والجانية حاجة غريبة جدا يعني الراجل بمنتهى الرومانسية واللطف عصر ما كانش صح يخرج بس انتاني من حقه يشتم بصوا 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 الناس عاملت ازاي ده مش من حقه يخرج بس ده من حقه يشتم ومن حقه كلكم تسمعوا كل التجاوزات ومحدش ينطق انا مش فاهم ليه انا مش فاهم انه استاذة رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم وانتو موجودين بلاش يا سيدي انه ما قيل مس النادي الاهلي مس اي 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 نادي عضو في هذه النادي انتو سألت سألوك يا جميل جدا عن فاكرا انت حدست مع الاستاذ محمد الطويلة اه وحاول يقول لي يعني يقول لي انا انا ما بسطلاش من الزاوية دي انا بسط ان احنا كنا جايين عشان نوعد نتكلم مع بعض انسحب التصوير في الكاميرا قلت له انت مركز اوي على انكو جاي اولا ازا كان بيقولوك جلسة ودية يعني من حق اي واحد يجي متأخر ويمشي بدري نعم نمر اتنين ازا كان اتنين متخانقين يا اخي اعتبرها واحد اصر الشر ومشي عشان ما يستدركش لموقف سخيف هو ببساطة شديدة انما هو مجرد حضور نادي الاهلي الذي كان ممكن ان يكتفي بتحديد موقفه في الخطابات اللي سابق ارساله ها هذا هذا هو احترام من نادي الاهلي ان في رؤساء دي جايين لكن هو بيقولك ايه وكان يعلم ان رئيس نادي زمال الله ما كانش يعلم ولا ينبغي كان يعلم ان الزمالك مدعو وضروري الزمالك يحضر لكنه يحضر بالتمثيل القانوني يا اخوانا مين اللي حيحافظ على الضوابط هو ايه هو انتو ليه شايفين كل شيء سهد ليه شايفين كل خروج عن النظام سهد او مبرر ليه عشان كده اذا كل هذه الخروقات الفجة واذا كل هذه التجاوزات المسيئة واذا كل هذا الصمت الرهيب المريب العجيب الغريب من مائدة مجلس ادارة الاتحاد المصر لكلة القدم كان من الطبيعي جدا حفاظا على حقوق النادي الاهلي وقيمة النادي الاهلي وصورة النادي الاهلي ورموز وقيادات النادي الاهلي وجماهيره ومشاعرها ان يدعو الكابتن محمود الخطيب مجلس ادارة النادي الاجتماعي طارق الرابعة مساء السبت ان شاء الله عشان الاهلي يقول كلمته بعيدا عن كل هذا العباد وحاوله برضو بهدوء وباحترام لكل المؤسسات وبدون انفعال لكن بدور على حقي وفقا للضوابط القانونية محدش هيستدرج الاهلي الى اي حوار متدني خارج على قيمة الروح الرياضية وعلاقات الاطراف كلها مع بعضها ولا حيسكت لعلى فروقات ولا تجاوزها اذا كنت انت تقبل او انا اقبل ان استمع الى اهناتي من حقك انك ما تقبلش بالضبط ومش من حق ايه ان انا اقولك ازاي ازاي تمشي انه بستحمل ما احنا كلنا بنستحمل لا دي برضو يعني مش مفهومة وحت لقيلها كواليس يعني موسيقى